لو عايز تشيري هارد جديد لجهاز كمبيوتر او لابتوب يبقى لازم تسفرج على الفيديو ده عشان ما يتضحكش عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ايمان شوي من قناة طروق الفلكيل لتعليم الكمبيوتر ان شاء الله اشرح لكم في الفيديو ده ازاي تشيري هارد جديد وقولك ازاي تعرف ان الهارد ده اصلا مع التصنيعه بتبعلك على اساس جديد وإيه الفرق انك تشيري هارد مع التصنيعه وهارد جديد اولا لو انت اول مرة شوف فيديوهاتنا ما تنساش تخش طروق الفلكيل لتعليم الكمبيوتر وتشترك في القناة وتفعل جراز التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية اول باو دلوقت هاجبلك مجموعة من الهاردات اواريك اشكال الهارد المعاد تصنيعه عشان تعرف الهارد ده اللي انت هتشتريه مفروب بيبقى سائره كام وايه الفرق بينه وبين الجديد وازاي تعرف ان الهارد ده اصلا مع التصنيعه او تم عادة تدويره وبيتبع لك على احساس اللي هو جديد عشان ميتدحكش عليك ده شكل الهارد ديسك هقرب لك عليه هتلاحز ان فيه كلمه هنا صغيرة اللي فوق هنا هتلاقي مكتوب ري سيرتفايت ري سيرتفايت دي يعني معاد تدويره او معاد تصنيعه ده للهاردات اللي في معادة التصنيعه بتبقى مكتوب فيها كلمه ري سيرتفايت نفس الكلمه دي هوريكو نموزك تاني من الهاردات المعادة تصنيعه ومعادة تدويرها ده هارد تاني مكتوب برضو ري سيرتفايت ري سيرتفايت نفس الكلمه دي ده هارد معادة تصنيعه ومش جديد تمام يعني متفرحش اما يكون هارد زي كده موجود متكيس وبيقول لك ده هارد هو جديد مسلا وسعره مسلا ربعمية جنيه ولا حاجه ما تشيرهوش هقول لك دلوقتي بعد ما وريك هاردات المعادة تصنيعه وهقول لك ايه الفرق بينه وبين الجديد هوريك نموزك تالت ده نموزك تالت هتلاقي مكتوب هنا سيرتفايت او ري سيرتفايت دي ببقى برضو هارد معادة تصنيعه يعني الكلمات دي تدور عليها في الهارد قبل ما تشيريه هوريك نوع اخير منهم مكتوب هنا ري سيرتفايت اهو ده واضح موجود في جنب الهارد هتلاحز ان المش الهارد دي موجود اهو من هنا وفي جنب الهارد انت تدور بقى في جنب من هنا من ناحية تانية بظهره. دور على الكلمة دي وشوفها. ريسيرت فايد. دي لو لايتها يبقى الهارد ده معاد تدويره او معاد تصنيعه. ببقى هاردات معاد تدويره او تم تصنيعها من جديد او تم تصلحها ما تشيريش الهاردات دي. ودي شكل الهاردات اللي بتبقى جديدة. ببقى ببقى بالشكل ده مفهوم مش هتلاحز فيها الكلمة اللي مكتوبة. وده نوع تاني اهو. مش هتلاقي برضو الكلمة مكتوبة فيها. وده نوع تانية. هتلاحز الفرق بين ده وده. الكلمة هنا مكتوبة وانا مش مكتوبة. يعني هنا ده معاد تدويره ده لأ. ده يعتبر معاد تدويره وده. وتاني حاجة عايزك تبص عليها هو تاريخ التصنيع بتاع الهارد ديسك. ده اخب بالك من تاريخ التصنيع الهارد ديسك. ما تاخدش حاجة قديمة قوي. ده ممكن يكون اصلا مستعمل. تم طرحه. آآ من جديد. يعني برضو اخب بالك اخد حاجة اللي هي تصنيعها جديد. طب انت ازاي تعرف ان الهارد ده تصنيع جيد او لا. هتلاقي مكتوب هنا. ديت. هتلاقي هنا مكتوب ديت. وهنا مكتوب التاريخ بتاع التصنيع. هنا مكتوب خمساشر اكتوبر الفين واربعتاشر. ده التاريخ بتاع التصنيع بتاع الهارد. خد حاجة انتاج جديد حاجة حديثة. الفرق بين حاجة مسلا نزلة جديدة وحاجة قديمة موجودة في السوق. فانت اخد الحاجة ايه? الحديثة. بص على التاريخ. تمام? بالنسبة دي الحاجات اللي انت مفروض تعرفها. طب ايه الفرق بين ده? هل المعادة تصنيعه زي وزي الجديد ولا لا? هقول لك لا طبعا. الكفاءة بتاعته بتبقى قليلة. الهارد الجديد مش زي الهارد اللي تصلح. او اللي تم تدويره. الهاردات المعادة تصنيعها مش زي الجديد طبعا. الهارد المعادة تصنيعه بتبقى كفاءته اقل. وكمان الجودة بتاعته اقل. ده الهاردات اللي معادة تدويرها. يعني بزي زي الجديد. يعني انت عايز تجيب المعاد التدوير دوت انت براحتك برضو عايز تجيب الجديد براحتك برضو بس ده بيكون على اختيارك ما تشتريش اه سعر الهارد المعاد تدويره زي سعر الجديد. يعني مسلا الجديد مسلا الهارد خمسمائة عامل مسلا ربعمائة وخمسين خمسمائة ستومت جنيه في الحدود ده مسلا. تمام? ما يجيلكش واحد مغلف لك هارد معاد تدويره او معاد تصنيعه. اه بالكلمات ان انا اترك عليها اللي هتلاقي مكتوبة عليه دوت. وتشتري بنفس السعر. لا طبعا. لو هتشتري نفس النوع اللي انا بقول لك عليه ده اللي معاد تدويره طبعا بنفس السعر. يعني ممكن تجيبه بمتين جنيه امتين وخمسين جنيه. مسلا بدي سعر تقريبا يعني. يعني بتشغال في المبيعات وكده في الحاجات دي. بس انا بقول لك تقريبا بيباوضة سعر يعتبر الحاجات اللي هي معاد تدويرها تقريبا. يعني بش متأكد او برضو. ما انت مفروض يعني لو عابب تشتري حاجة زي كده. خلي بالك عشان مدحكش عليك ما يتبقى لك شو واحد معاد تصنيعه وتم اعادة تدويره على انه جديد. بتشرب نفس السعر الجديد. ما ده خلي بالك اشتري حاجة تكون مسلا نازلة حديثة اللي انتك بتاع الحديث. آآ ما تاخدش حاجة قديمة. دي التاني نصيحة. آآ جودة الهاردات اللي عادة تدويرها او عادة تصنيعها طبعا بتكون اقل في الكفاءة والجودة بتاعتها. مش زيها من زي الحارد الجديد. وسعرها من زيها زي الحارد الجديد. يعني لو الحارد الجديد عامل مسلا خمسمائة ستمونة جينيه. الحاردات المعادة تدويرها تبقت لمة متنين و tun comfortable 은 جين تمام? دي الحاجات اللي الخلي بالكم هنا عشان ما يدحكش عليكم او تبقى لكم الحارد المعادة دويره على اساس جديد. وانت اللي كل الاختيار هو اما تشتري ده. يما تشتري ده. بس لو هتشتري معادة دويرو ما تشتريوش بسعر جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك. ولو عندك اي افسار او اي تعليق اكتب لنا في اسفل الفيديو. او رسلنا نصبحتنا على الفيسبوك طرق لفلكية لتعليم الكمبيوتر. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جراز التنبيه عشان تجو فيديوهاتنا الجاية اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.